موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادلالي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس هكذا يدير النادي الأهلي ملفاته وهكذا كان التعاقد مع المدير الفني السويسري الكبير مارسل كولر ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع جهاز معاون على أعلى مستوى ودون أن يختارق أي شخص عملية التفاوض أو يتم تسريبها إعلاميا قلت لحضراتكم لو نفتكر مع بعض أنا قلت لحضراتكم يوم الأربع كانت آخر حلقة بكون فيها متواجد مع حضراتكم قلت لكم إن شاء الله يوم الحد هنتكلم كتير خلال الفترة اللي فاتت تحملنا انتقادات وكلام كتير جدا يخص قناة الأهلي ويخص البيت الكبير تحديدا ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم أنا طالما الانتقاد جاي من جمهور النادي الأهلي فهو انتقاد بالنسبة لي انتقاد محبوب بحبه عنديش أي مشكلة أن أنا أسمع كلام أو انتقاد من حضراتكم لأن دي حاجة تخص النادي الأهلي مش هقدر قلت قبل كده أن أنا مش هقدر أتكلم عن حاجة ولكن كنت بحاول أطمنكم من خلال بعض الرسائل كنت دايما بحاول أطمن حضراتكم من خلال بعض الرسائل اللي كنا بنقولها أخيرها كان يوم الأربع قلت لحضراتكم قلت لكم كجمهور النادي الأهلي قلت لكم ان شاء الله يوم الحد اللي جاي على النهاردة هيكون عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه ده في أول الحلقة بتاعت يوم الأربع وفي أخيرها قلت لكم كده لأن أنا ثقتي كبيرة جدا في النادي الأهلي وفي مدرسة النادي الأهلي الإدارية اللي تعودنا عليه واللي دايما بتحقق نجاحات عظيمة ولسه هنحقق احنا عملناش حاجة بالمناسبة حتى هذه اللحظة ما عملناش حاجة طب إمتى هنتكلم تاني عم إسلام هنتكلم بكرة بعده تاني هنتكلم في حاجات كتيرة تخص الصفقات وتخص أمور الفرقة وتخص كذا كذا بكرة بعده ربنا يسهل كده ونسمع أخبار جيدة خصوصا بعد المؤتمر الصحفي للمدير الفني مارسيل كولر اللي حيبقى متواجد بكرة على الهواء مباشرة مع حضراتكم بالمناسبة على قناة النادي الأهلي من الساعة 12 إلى 12 ونص هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل المؤتمر الصحفي للمدير الفني مارسيل كولر دايما عيد ثقة حضراتكم تبقى في إدارة النادي الأهلي وفي إعلام النادي الأهلي وفي قناة النادي الأهلي ما تتهزش عمرنا ما يعني عمرنا ما بنقدر نتكلم مع حضراتكم أو عمرنا ما حنقول لحضراتكم حاجة غير لما تكون حاجة حقيقية وصحيحة فلكن في نفس الوقت لازم تعذرون شوي لأنه أنا ما ينفعش أطلع أقول حاجة لأنه بيتخذ على اللساني إنه هو كلام رسمي فما بقدرش أطلع أقول حاجة غير لما بتنتهي يعني الناس تقول لي النادي الأهلي تعاقد مع اللعب الفلاني أصل النادي بتاعه أعلن أنه هو أصبح موجود في النادي الأهلي أقول لك هم حرين اللي عايز يعلن يعلن واللي عايز يقول يقول واللي عايز يعمل أي حاجة يقولها ولكن أنا باخد كل أخباري من النادي الأهلي ومن جوة النادي الأهلي اللي قادر أقوله لحضراتكم إنه مش انتظروا أنا قلت الكلام ده بل كده الفترة القادمة سيتم الإعلام فيها تباعا عن الأسماء الصفقات اللي حيتعاقد معاها النادي الأهلي خلال الأيام القادمة ممكن بكرة ممكن بعده ممكن بعده يعني حيبان كل حاجة حيبان وكل حاجة من خلال قناة الأهلي ومن خلال إعلام النادي الأهلي حتبقى باينة مع حضراتكم وحتعرفوها لكن دايما هنفضل كده ودي دايما هتفضل طريقتنا وده دايما هيفضل إسلوبنا لما نلعب ماتش ودي هنقولكم إنه بنلعب ماتش ودي يند الأهلي يعني لما يلعب ماتش ودي هنقولكم إنه بنلعب ماتش ودي مش هنطلع نقول إنه ماتش رسمي وماتش عالمي وماتش ما عندناش مشكلة حتى لو الماتش ده هنلعبه معاري المدريد بالمناسبة نحن لعبنا مع ريال مدريد في 2001 على ما أتذكر أو في 2000 مش فاكر تحديدا كان إمتى لما لعبنا مع ريال مدريد وكسبناها 1-0 ما قلناش إن ريال مدريد ده أو المطش ده مطش رسمي لا مع إنه المطش ده كان كان مهم جدا لكل جمهور النادي الأهل احتفالية نادي القرن الأوروبي مع نادي القرن الأفريقي في ذلك الوقت لكن عمرنا ما قلنا إن ده رسمي وده كذا وده كذا الودي بنقول عليه ودي والرسمي نقول عليه رسمي ده الطبيعي على فكرة بالنسبة لنا والحقيقة لما نيجي نتكلم عن أي حاجة دايما بنحطها في حجمها دايما بنحطها في حجمها ففي ناس ممكن تلاقي مباريات معينة تفتكرها إن هي أعظم مباراة في التاريخ لأنهم ما عندوش غيرها يعني هو دي اللي يقدر يتعايق بيها زي ما بيقوله لكن أنا أتعايق أنا كأهلي بقى لما أتعايق أتعايق بإيه؟ أتعايق بتالت العالم آه لأن أنا خدت تالت العالم تلت مرات لعبت في كاس العالم للأندية سابع مرات خدت تالت العالم تلت مرات وبالتالي أقدر أتعايق أقدر أقول اللي أنا عايزه أقدر أقول النادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي أو نادي القرن في أفريقي فأقدر أقول إن أنا النادي الأهلي نادي القرن في إفريق أقدر أتعايق بالكلام ده لكن لو ما عنديش غير حاجة واحدة على رغم من نهاية حاجة يعني بتحصل بتحصل خلينا نقول بتحصل بس مش هنقول حاجة تانية لكن ماشي طالما عندك حاجة واحدة حتقول أنا عندي وتقعد تكبر في الحاجة دي وتقعد تكبرها 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 على رغم من نهاية قد كت قد كت لكن النادي الأهلي لما يجي يتكلم يجي يتكلم يقول لك أنا نادي يقول لك خليك أنتوا عايشين في أي وعام ما عايزين يعيش في التاريخ ما هو النادي الأهلي تاريخه من 1907 لغاية دلوقتي النادي الأهلي تاريخه من 1907 لغاية دلوقتي فطبيعي جدا أننا نفضل عايش في التاريخ لأنه اللي مالوش تاريخ مالوش حاضر اللي مالوش تاريخ مالوش حاضر وعمرك ما هتلاقي تاريخ زي تاريخ النادي الأهلي فالموضوع بالنسبة لنا موضوع لازم ناخده بكل الطرق عشان كده بقول لحضرتك لما تلاقي مارسل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي واحد من المدربين الجيدين جدا في أوروبا بناء على سيرته الذاتية بالمناسبة مش كلام بنطلع نقوله خلاص ونتيجه في معظم التجارب سواء في سويسرا أو في ألمانيا أو مع منتخب النمسا اللي خد به عاشر العالم يعني تفاصيل أكتر في التقرير القادم عن مارسل كولر في نادي القرن وبعد هذا التقرير فاصل وبعد التقرير عايز حضراتكم تستنونا لأن عندي ضيف مهم جدا جدا من زيوريخ اتكلم معنا عن مارسل كولر ولكن نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل وأنا ستضيف ضيفنا من زيوريخ أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين من عبرزوم طبعا من زيوريخ مارتين أندرمات مدرب نادي بازل السويسري مارتين أندرمات واحد من أكبر الأسماء التدريبية في سويسرا وهو أول مدرب سويسري في تاريخ الدوري الألماني الممتاز ولعب مع مارسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي لمدة عشر سنوات في نادي جراس هوبرز والمنتخب السويسري وكمان لعبوا ضد بعض كمدربين في الدوري السويسري خلينا في البداية نرحب بضفنا في هذه الفقرة مستر مارتين أندرمات وبنقولك طبعا مبروك على فوز بازل النهاردة بنتيجة كبيرة خمسة واحد على جراس هوبرز في الدوري السويسري وبنشكرك طبعا أنك معانا بعد انتهاء المباراة يعني تقريبا بوقت قليل جدا أشكرك شكرا جزيلا باعتبارك طبعا زميل مارسل كولر في الملاعب وكنت منافس لي كمدرب الدوري السويسري كيف ترى تعاقد النادي الأهلي معه؟ إذن أنا أتذكر جيدا مع مارسل كنت ألعب معه لمدة خمس سنوات في جراس هوبرز وفزنا بخمسة ألقاب وكان يلعب في وسط الملعب مثلي وكان دائما شخص نشيط ولاعب نشيط للغاية وأعتقد لم تكن مفاجأة لأن يوقع للأهلي أو كانت مفاجأة لأن يوقع للأهلي ولكنه شخص مثير الاهتمام ولديه خبرة طويلة وأيضا دائما كان يحب أن يرشد اللاعبين أهم مميزات مارسل كولر في التدريب والتعامل مع اللاعبين أعتقد بمهارته وبخبراته فهو يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وكان يلعب في ألمانيا والتعامل مع اللاعبين ومع النظام ومع الجهاز الفني فهذه ليست مشكلة بالنسبة لنا كمدربين وكان يعرف النظام وهو على دريايا وهو يعلم كيف يتعامل مع اللاعبين أهم طرق اللاعب المفضلة ليه أعتقد لأنه كان يلعب في وسط الملعب فهو يحب أن يلعب بطريقة أربعة ثلاثة واحد وأيضاً وهو يحب الهجوم القوي وأيضاً أن يكون له قيادة في بيئة الكرة وأن يتعامل مع ويحب أن يلعب بطريقة سريعة وهكومية ودائماً يحب أن يتعامل بطرق تكتيكية سريعة وهكومية ربماً وهو يحاول دائماً أن يضع هذه التكتيكات في الاعتبار مسارتك كأندرمات كبيرة جداً مثل كولر أنت أول مدير فني سويسري يدرب فريق في البونزليجا هل لو تلقيت عروض لتدريب أحد الأندية في أفريقيا بشكل عام تقبله بعد وجود كولر في النادي الأهلي؟ أعتقد أن هذا سؤال متين الاهتمام للغاية أنا كنت في دول كثيرة في أفريقيا وكنت مع فرق كثيرة وفي الكرة لا يمكن أن تقول لا لهذه العروض ولكن في هذه اللحظة نحتاج أن نكون صرحاء مع أنفسنا فنحن لدينا مدرب سويسري قوي في الأهلي بالنسبة لمارسيل كولر ولا تعرف فمصر دائماً بلد مثير الاهتمام بالنسبة لنا بخلال الفترة الأخيرة أن مستر مارسيل كولر كان بقاله تقريباً سنة سنة ونص بعيد عن التدريب إيه رأيك في هذا الموضوع؟ أعتقد إذا كنت لاعب صغير أو مدرب صغير فإنه من الأفضل أن تكون دائماً تعمل ودائماً تدرب ولكن إذا كان لديك الخبرة الطويلة يمكن أن يكون لديك فترات راحة أو فترات عدم عمل لأني أعتقد أنه المهم هو إرشاد اللاعبين على مستويات مختلفة وربما في بعض الأوقات تكون لديك كبرة طويلة وربما تكون لك فترات هدوء كما قلت ولكن الأهم أن يكون لديك القدرة وأن تستطيع أن تتعامل مع اللاعبين ومع روح اللعبة وعليك أن ترشد اللعبة وتقود هؤلاء اللعبة فعندما يكونون اللعبين في أحسن حال فأنت أيضاً في أحسن حال فأعتقد أن الخبرة هنا هي الأهم طيب تجربة مستر مارسيل كولر مع النمسا شايفها إزاي أو شفتها إزاي نعم بعد البداية دائماً في النمسا الأمور ليست سهلة المدرب السويسي ليس من سهل أن يستقبله مدرب سويسي ولكن اختيار مارسيل كولر كان اختيار جيد لأنهم استطاعوا أن يتطوروا بصورة كبيرة ويتأهلوا أيضاً للبطولة أهم مميزاته الشخصية هل هو رجل هادئ؟ هل هو رجل عصبي؟ يعني كيف يدير طريقة اللعبين؟ أنت واحد من الناس القريبين منه جداً بعضين نعرف الناس بي أعتقد بالتأكيد مارسيل ليس من الأشخاص الذين يصرخون طوال الوقت هو يدرس كثيراً وأعتقد أنه يحاول بهدوء أن يتعامل مع الأمور وأن يقود الموضوع بهدوء وعليه أيضاً أن يتكيف مارسيل يحب من خلال خبراته بالتأكيد سيستطيع أن يسيطر على كافة المواقف الأجواء مختلفة تماماً ما بين مصر وسويسرا يعني في مصر الأمور يعني الأجواء الجو نفسه حر مثلاً في سويسرا دايماً الجو لطيف هناك وساعة شوية هل من الممكن أن مارسيل كولر أنه يقدر يتجاوب مع الأجواء في مصر حتى جماهرياً؟ أعتقد عندما تعمل في ألمانيا فالأمور ليست سهلة ولكن أعرف أيضاً أن الجماهير في مصر مختلفة وكانت هناك فترات مختلفة عاصرها الجمهور بالتأكيد سيكون تحدي كبير ولكن الأفضل هو أن نفوز وأن نتعامل مع هذا الفوز أنا أتمنى يعني أن دايماً تكون الانتصارات هي المفتاح لحب الجمهور لأي مدير فني أعتقد أن هذا هو الصحيح أو هو ده اللي دايماً بيمشي خصوصاً مع نادي القرن في أفريقيا نادي الآلية مستر أندر مات نعم نحن نعرف أنه واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وأعتقد أن أنا سعيد للغاية أن مارسل سيستطيع أن يقود واحد من أكبر الفرق في أفريقيا ومدى السعادة التي يشعر بها والأهم كما قلت هو الفوز وأن تكون الجماهير خلفك وهذا ما يضعه المدرب في الاعتبار وبالنسبة لمدربين كثار فهذه نقطة هامة جداً لأن المدرب السويسري عليه أن يتأقلم مع الجمهور ومع الفريق أخيراً لو حابب توجه رسالة لمستر مارسل ستقول له إيه أولاً أحب أن أعبر لك عن سعادتي وأتمنى لك كل الأحظ وكل التوفيق وأعرف أنك ستعرف أن تتعامل مع هذا الفريق وكل الأمنيات بالفوز أنا بشكرك جداً مستر أندرمات على وجودك معنا أنا بشكرك شكراً جزيلاً وعلى هذا الكلام الجميل وأعتقد إحنا من خلال وجود مستر أندرمات زي ما قلت لحضراتكم واحد من أهم المديرين الفنيين الموجودين في سويسرا وأول مدير فني يكون متواجد في البوندسليجا في الدولة الألمانية زي ما قلت لحضراتكم واحد من أصدقاء العمر بالنسبة لمستر مارسل كولر وكانوا مع بعض في المنتخب مع بعض في النادي وبالتالي كلام مهم جداً 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 أنا بشكر مستر أندرمات عليه وهذه هي الحقيقة وهذا هو مارسل وهؤلاء هم أصدقاء ومن خلال الكلام اللي حضراتكم سمعتوه هنبتدي نبني على ما هو قادم القادم إيه؟ لأنه من دلوقتي الحقيقة من دلوقتي لو تاخدوا بالكم منذ أن تم الإعلان الرسمي من خلال النادي الأهلي يوم الجمعة عن التعاقد أن التعاقد تم مع مستر مارسل كولر ترت أصوات بعض من لا يشجع النادي الأهلي قل لك يا عم ده واحد قعد في بيتهم بقاله سنتين طيب عارفين هو خلال السلاتين دول جاله منتخب بولندا اللي هو فيه ليفاندو بيسكي عارفين هو لو بينعب في برشلون معرفش تعرفوه لا لا ده جاله منتخب بولندا ومنتخب اليونان ورفض لأنه كان هو الرجل هذا الرجل بيحب التسلق على الجبال مش هتبقوا عارفين برضو القز السويسريين تحديدا عندهم جبال جميلة جدا فبيحبوا التسلق على الجبال فهو وقع حصل له حاجة في رجله خليته يبتعد عن إدارة كرة القدم أو كمدير فني لكرة القدم خلال السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا ده أولا فخلال هذه الفترة عارض عليه منتخب بولندا ومنتخب اليونان ولم يقبل العرضين وده كلام مسبد اللي ما بيعرفش يقرأ يقرأ على ترانسفير ماركت بالمناسبة مش أنا مش كلام إسلام ولا كلام جمهور الآلي ولا حاجة طب انت ليه بتقول الكلام ده أنا بقول الكلام ده عشان نقفل بعض الأمور حتتقال خلال الأيام اللي جاية أو تقالت بالفعل من أول مبارح للنهاردة فأنا كده بقفل بقفل هذه الأمور عشان يبقى جمهور النادي الآلي اللي أنا متأكد وعرفت انه هم بصوا كويس على السيرة الذاتية لهذا الرجل لكن أنا بقفل على الباقي كمان على بعض من اللي هي يشجع النادي الآلي وعلى بعض القنوات اللي هتبتدي تتكلم أو بعض الإعلام داخل مصر اللي هتبتدي يتكلم في هذه الأمور طيب تاني حاجة ان هذا الرجل كان مساعد لجروس طيب خلينا أقول لحضراتكم حاجتين في هذا الأمر عندما تقرر إدارة النادي أن تكون مساعد للمدير الفني وانت بتلعب خدوا بالكم من الكلام بس علشان بعض من لا يشجع النادي الآلي ما يخدكش للاتجاه ده وتبتدي تتكلم معاه عندما تقرر إدارة اي نادي في العالم ان انت كلاعب تبقى بتلعب وبتبقى مساعد للمدير الفني فده معناه ان انت شخصية قوية وتستحق كل شيء جيد لكن اول ما حتبطل ابتدى او حتبتدي تشتغل كمدير فني كرجل اول عمره ما اشتغل مساعد من يوم ما اعتزل كرة القدم تاني مرة تانية هذا الرجل لم يكن مساعدة لجروس إلا عندما كان يلعب عندما كان لاعب في الفرق اللي بيدربها جروس او المدير الفني بتاعها جروس الهاجراس هوبرز اعتقد اللي هو جراس هوبرز اللي هو طول عمره بيلعب فيه يعني وبالتالي ده موضوع يستحق الإشادة ان انت كلاعيب المدير الفني يقولك ان عايز اللاعب ده يكون معايا مساعده في نفس الوقت يلعب لكن عندما اعتزل مارسيل كولر اصبح مديرا فنيا منذ ان اعتزل الرجل الاول منذ ان اعتزل وحتى الان يبقى دول الحتتين اللي بيلعب عليهم مين بعد ما لايه يشجع النادي الاهل حتى الاولان يبقى له سنتين قاعد في البيت او سنة ونص قاعد في البيت وانا قلت لحضراتكم السبب واللي خش كده يعمل جوجل على اسم هذا الرجل هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط نمرة اتنين عم ده كان مساعد جروس اللي كان المدير الفني النادي الزمالك وياديكم بتشوفه وبتاعه والكلام ده كله على فكرة محدش قال مثلا ان هو كان مساعد وهو بيلعب برضو وهو بيلعب كرة كان مساعد ليوبن هاكر اللي كان اشهر مدير فني ومدير فني ريال مدريد ومدير فني منتخب هولندا عندما كان مديرا فنيا لجراس هوبرز ايش معنى دي ما تقالتش ايش معنى تقال ان هو كان مساعد لجروس كان مساعد لجروس عندما كان يلعب ولما بطل انا بقول كل شوية وبكرر ليه عشان ما تتعبوناش يا جماعة ما تزهقوناش بقى يعني ما تقعدوش تقولوا نفس الكلام المكرر جمهور الاهلي واعي لمثل هذه الامور وبالمناسبة بكرة ان شاء الله هتسمعوا كلام كتير جدا في المؤتمر الصحفي اللي احنا نقلينه لحضراتكم عبر قناة الاهلي من خلال قناة الاهلي حضراتنا كيف تحت تلفزيون الساعة 12 ونص هتلاقي المؤتمر الصحفي قبل نص ساعة أو ساعة قبل ما يشتغل وساعة بعد ما يشتغل ان شاء الله ونسمع كل الكلام من الراجل نفسه ونشوف شفتوا الراجل مبارح من خلال قناة الاهلي شفتوا وجود الراجل من خلال كان اعتقد برنامج الترند شفتوا اللي حصل والراجل ودخول الراجل ولمشيته وهزاره اللطيف وفي نفس الوقت صرمته عندما يتكلم فيه امور شغله المجموعة المساعدين اللي معانه هارده شفنا وجوده مع رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب والمشرف العام على كرة القدم كابتن حسام غالي كان موجود نائب كابتن خطيب نائب كابتن خطيب في الاشراف على كرة القدم ايضا كان موجود كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكان امير توفيق ثم كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامي امصان الجميع كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله برضو بكرة على الهواء مباشرة قناة الاهلي هتنقل لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد ومرسيل كولر معه كمديرا فنيا للنادي الاهلي مهم جدا ان انا كنت اتكلم مع حضراتكم في هذه الامور لانها كلها امور خاصة بالكلام الفترة اللي جاي ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاي مع الراجل ده ايه اللي هيحصل هل حتم محاربته او الكلام عليه من الاعلام الغير محايد حمايته هو مسئولية حضرتك مسئولية حضرتك كجمهور للنادي الاهلي حمايته لغاية لما نشوف انا كادارة وكلجنة كورة ولجنة تخطيط قدرت اختار سيرة ذاتية قوية جدا تستطيع ان تقود النادي الاهلي لكن انا كادارة ما عنديش حاجة تانية اعملها انا خلاص اخترت وهو ده الرجل اللي هيقود النادي الاهلي خلال السنتين القادمتين وبالتالي انا كجمهور المفروض ان انا اعمل ايه خلاص دورك هنا ان انا ادعم واثق في ادارتي وشجع نادية وبأحماية للمدرب بتاعي خلال الفترة اللي جاي من الاشعاعات ومن ان انا صدق كل كلام بيتقال او اي كلام بيتقال زي ما حضرتك شفت ادي حاجتين اتقالوا من يوم الجمعة للنهاردة فنتهم لحضرتك وقلتلك هما ليه بيقولوا كده عن الراجل ان هو بقالوا سنتين الراجل بيحب التسلق وقع رجلي وجعته عمل عمليتين تلاتة في رجبته او في رجله وبالتالي ما كانش قادر ينزل يمرن الناس ينزل يقض يعمل الناس كده يعني مثلا ولا ايه زي ما كان بيستر مانويل بيتقالد كابتر حساب لا هو هو الراجل ما كانش قادر يمشي اساسا والحاجات دي طيب انت بتقول اي كلامي عم اسلام طيب حضرتك خش على الجوجل وشوف هل الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط بس موضوع بسيط مش محتاج كل ده فعودة ميشيل ينكن ايضا الى حراسة المرمى في النادي الاهلي اعتقد دي بتفرح جزء كبير من جمهور النادي الاهلي بقاء كابتن سيد عبدالحفيز بيفرح الجزء الاكبر من جمهور النادي الاهلي بقاء كابتن سامي امصان الناس كلها مبسوطة بوجود كابتن سامي امصان اعتقد ان خلاص كده مع ان شاء الله خلال الايام القادمة مش عايز اقول امتى لانه ممكن كل حاجة تحصل لكن خلال الايام القادمة سيتم الاعلان رسميا عن الصفقات اللي جاب النادي الاهلي فبعد اذن حضراتكم دورنا دلوقتي انا واحد من حضراتكم اهو انا مش هتكلم على مدرب ولا حاجة ولا اعمل اي حاجة لكن انا دوري هتبقى احماية هذا المدير الفني لغاية لما نشوف مطشين تلاتة اربعة خمسة ستة يعدوا نشوف الرجل ده بيشتغل ازاي بيعمل ايه التاكتك اللي بيلعب بيه ازاي وحنفضل دايما في ظهره وحنفضل وقفين معاه هو ده الفارق الكبير جدا 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 ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني جمهور النادي الاهلي حضرتك بتبقى واثق انا عارف الكلام اللي انا بقوله ده جمهور النادي الاهلي بيقولوا لبعضه بينهم وبين بعض يعني بيقولوا لبعض لكن بعض من لايوا شجع ان الاهلي اللي بيقودوا يتفرجوا عشان يختاروا الحاجات ويبنوا عليها بقولهم ايه بقولهم مش هتعرفوا من دلوقتي ان انتوا تخبطوا في الراجل لان كل كلمة هتقولوها هو معروف ان هو كلام كاذب والغرض منه هو تفتيس الراجل زي ما بيتقال تفتيس الراجل انا خلص على الراجل قبل ما ييجي ولكن سيظل دايما جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي في ظهر اقدارته وفي ظهر مجلس اقدارته واني قاسف وفي ظهر الجهاز الفني وفي ظهر لعبته وحنفضل نحميهم خلال الفترة اللي جاي اول ماتش رسمي اعتقد يوم سبع عشر يوم حاجة عشرة سبع عشر تمانية عشرة هيكون في افريقيا ان شاء الله ربنا اكرمنا والدنيا تبقى كويسة المعسكر نشوف هيحصل فيه ايه خلال الفترة اللي جاية وبعد كده نبتدي بقى ايه نقيم الامور خلال الفترات القادمة تقرير عن مرسيل كولر ولكن كلاعب نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى سطر مرسيل كولر اللاعب اسمه في تاريخ كرة القدم السويسرية والعالمية كايقونة للانتماء بعدما قدم مسيرته في الملاعب مخلصا لنادي جراس هوبرز زيوريخ طوال 24 عاما شارك كولر في 507 مباراة رسمية طوال مشواره مع جراس هوبرز في مختلف البطولات مسجلا 69 هدفا رغم مركزه كلاعب وسط مدافع منذ عام 1978 حتى عام 1996 تضرب كولر خلال مشواره تحت قيادة مدربين مخضرمين على رأسهم الالماني أوتمار هاتسفيلد صائد البطولات والهولندي ليو بنهاكر المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ومواطنه السويسري كريستيان جراس توجى كولر مع جراس هوبرز بالدور السويسري سبع مرات وكأس سويسرا خمس مرات والسوبر السويسري مرة وحيدة ويملك كولر في رصيده 58 مباراة دولية مع منتخب سويسرا وثلاثة أهداف وشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 1996 موسيقى ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن تعاقد النادي مع مرسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وبعد كده نطلع بعد ما نشوف رأي جمهورنا الأهلي نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل مفاجأتنا الأساسية مش في حلقة اليوم ولكن في اليوم بالكامل ايه هي المفاجأة؟ عندنا مفاجأة كبيرة جدا جدا الساعة 11 بالزبط هذه المفاجأة هنحكي لحضراتكم عنها ولكن بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم وبعد كده فاصل ونرجع نكمل والله أنا قرأت السيفي بتاعه رائع وكويس جدا ومبشر بالخير الحمد لله إن شاء الله وإحنا عندنا الأهلي بيرفع من قيمة المدرب فريقنا هنا الحمد لله بيرفع من قيمة المدرب لأنه إحنا أسطورة الأهلي ده أسطورة طبعا إحنا متفقلين بالمارسل كولر ومن خلال السيفي بتاعته وإنه كان بيضار منتخب النمسا وعمل معه نتائج طيبة في البرمير ليج الأوروبي وخلال شخصيته وهو معه خامات كويسة من اللعيبة يقدر يشكلها ويقدر يجيب يعمل نتائج كويسة مع الأهلي والله إحنا شايفين إن شاء الله بشرت خير من خلال الفيدباك بتاعت الأرقام بتاعت المدرب والفيديوهات اللي إحنا تفرجنا عليها إحنا بصراحة كجمهور أهلاوي أو نادي الأهلي بيعتمد على الأرقام ما بنعتمدش على اعتبارات نأمل من الله أنه يكون المدرب عند حصن الجميع نادي لا نعرف إلا لغة الفوز ولا نعرف إلا لغة البطولات فإن شاء الله يكون هذا المدرب قادر على إكمال المسيرة اللي إحنا ماشيين فيها يعني من بطولات من دوري من كله يعني طبعاً ومجلس إدارة النادي الأهلي ما بيختارش مدير فني إلا بعد دراسة شديدة جداً وإحنا كل جميع الأهلي بتصقف اختيارات كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي أنا شايف أن المجلس الإدارة بجيادة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس اختاروا لاختار الأصلح وإن شاء الله لفترة القادمة هنشوف نتائج كويسة والراجل ده السيفي بتاعه قوي جداً وانتخب النمسا وعنده نجاحات كويسة جداً 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 فأنا بتمنى له كله توفيق وإن شاء الله جميع النادي الأهلي تسعد به والله أنا شايف أن هي خطوة كانت مهمة جداً جداً وأتصور أنه هو مدرب محترم في بتاعته بتقول كده يعني أنا قريت عنه كتير هو الراجل مثلاً من الحاجات المهمة قوي هو أولاً ضرب بازل في سويسرا وضرب مثلاً منتخب النمسا وضرب في ألمانيا هو كسمع برضو واضح أنه هو راجل محترم قوي وأعتقد أنه سيفيد النادي الأهلي بس إحنا مطلوب مننا أن إحنا ننتظر عليه شوية ونديله الفرصة أن يشتغل وهو جاي في وقت مناسب جداً 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 إن شاء الله ربنا حيوفقه وإن شاء الله الأهلي يرجع تاني للخطوات بتاعته فيلم المايسترو صالح سليم الفيلم ده في تمام الساعة 11 النهاردة شمعنا النهاردة؟ النهاردة تحديداً هو عيد ميلاد الأسطورة صالح سليم الله يرحمه وبالتالي قررت إدارة قناة النادي الأهلي للنهاردة يكون وقت إذاعة هذا الفيلم العظيم طب إيه قصة الفيلم ده؟ أنا عايز أحكي لحضراتكم إيه اللي حصل في موضوع الفيلم الأسطورة صالح سليم زمالنا وصديقنا هنا عمر البنوبي المسؤول عن المحتوى الأوروبي بدأ الموضوع من نمسا لما قال للأستاذ إهاب الخطيب وتكلم ما عايزين نعمل حوارات مع أساطير ونجوم نادي جراتس هو منتخب النمسا واللي كانوا زملاء للمايسترو صالح سليم في رحلة احترافية سنة 1963 ومازالوا موجودين حتى الآن والأول مرة حيظهروا ويتكلموا بنفسهم عن الكابتن صالح يعني عمرهم ما حصلت وإعتقا كان قرار القناة إنها ما تبقاش مجرد حوارات وإنه يكون عمل كبير وضخم يليق باسم النادي الأهلي وبسيرة المايسترو صالح سليم طب نسكت على كده لا هتقول لي بقى لكم سنة بتفكروا في هذا الأمر أيوا فاندن بقى لنا سنة إدارة القناة بقى لها سنة بتفكر في هذا الأمر لأن أنت عندما تتكلم عن صالح سليم لازم تكون عارف بتتكلم إزاي مش عن صالح سليم بس عن أي حد في النادي الأهلي وحدة الأفلام الوثائقية في القناة اشتغلت بمجهود ضخم وجبار خلال سنة علشان الفكرة تبقى أكبر فيلم وثائقي عن المايسترو صالح سليم بتقدموا قناة الأهلي في ذكرى ميلاده لو تكلمت عن الأسماء أسماء كتير جداً جداً اشتغلت في هذا الفيلم هذه الأسماء تستحق كل التحية شكراً لوحدة الأفلام الوثائقية في القناة أستاذ محمد مصطفى والبرديوسر نجوى مصطفى والزملاء المعدين سامح أحمد علي وأحمد ماهر ومحمد حمدي وعزة والمخرج أحمد السيد والمنتير اللي بزله مجهود عظيم وإسلام الشهاوي المنتير الحقيقة عمل مجهود جبار طاقم التصوير الإضاءة الفنيين أستاذ حسن الإمام مدير الإنتاج شكر خاص لصديقنا العزيز الأستاذ سامح السريتي اللي شاركنا بصوته الرائع وكمان الزميل محمد الرمح أنا بشكر كمان كل ضيوف الفيلم اللي هتشوفوهم بعد دقائق هم كتير جداً سواء من نجوم الكرة أو الفن في مصر أو في النمسا ذكرى كبيرة جداً وذكرى هامة جداً مع هذا الفيلم الوثائق الكبير جداً بنصح حضراتكم أن أنتو تعودوا من الساعة 11 للساعة واحدة هتقول لي ساعتين أقولك أيوة الفيلم على جزئين كل جزء 55 دقيقة تقريباً عشان تعرف بس حضرتك مقدار المجهود اللي اتعمل على مدار سنة عشان نقدر نعمل لحضراتكم هذا الفيلم هتقول لي مش مجهود إحنا ما بنقولش حاجة لكن ده لازم نعمل كده وده دورنا وده دور قناة الأهلي ودور تاريخ إن احنا نوري لحضراتكم وللأبطال الصغيرين وللأطفال الصغيرين وللناشئين الصغيرين وللناشئين والشباب اللي ما شافوش أسطورة صالح سليم يشوفوها من خلال هذا الفيلم الوثائقي وده احترامنا لأساطير النادي الأهلي هل هتقول لي هل هتكتفوا الإدارة هتكتفي بكده لا يا فندا خلال الفترة اللي جاية عندنا خطة مليانة نجوم وأساطير تم عرض بعض نجوم وأساطير النادي الأهلي خلال الفترة السابقة الله يرحمه محمد عبد الرهاب إن شاء الله ربنا تدي له الصحة ويفضل دايما في قلوبنا كابتن مؤمن زكريا وفيلم كبير ورائع عن كابتن مؤمن زكريا وأفلام الوحدة الوثائقية وعملت عن الكرة الطائرة وعملت أمور كثيرة جدا ولسه عندنا يعني تخيل لما تيجي تتكلم عن كابتن حسن حمدي كده هتقول لي هتعمل ايه تخيل كده لما تيجي أنا مش عايزة أقول كابتن محمود الخطيب عشان ما تقولكش مش عارف ايه لكن تخيل كده لما تتكلم عن أسطورة محمود الخطيب هتقول ايه تخيل كده لما تتكلم عن أسطورة مختار التتش هتقول ايه وحتعمل الفريق مرتجي كابتن عبدو صالح الأسماء كتير جدا نقدر نقولها وحنعملها وإن شاء الله خلال الفترة القادمة عبدو تباشا وأسماء كتير جدا نقدر نتكلم مع حضراتكم فيها وعمر بيك لطفي كل هذه الأسماء إن شاء الله إن شاء الله لو قعدنا نتكلم وقعدت أقول لحضراتكم الأسماء دي مين مش هنخلص لكن إن شاء الله إدارة القناة بتوعية حضراتكم إن تاريخ النادي الأهلي على قد ما نقدر يعني هتقول لي أنتوا قعدتوا أكتر من سنة تضبطوا هذا الفيلم وتحضروا لهذا الفيلم أيوة فاند الفيلم ده أثناءه فيه أفلام أخرى فبنسيبه شوية وبعدين نرجع له تاني وبعدين بنعمل حاجات تانية لأسماء وأساطير كبيرة جدا وفيه حاجات كانت بتتعمل في النمسا وفيه حاجات كانت بتتعمل في مصر حاجات حلوة كتيرة جدا 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 أنا بنصح حضراتكم وأتمنى إن كل واحد من شيخنا ومن أبأنا ومن أصدقائنا اللي عصروا الفترة اللي هنتكلم عنها يكونوا قاعدين وحواليهم ولادهم الأهلوية اللي هم اللي جايين بقى يفهموهم اللي بيتكلم ده مين أو تاريخه كان إيه لأنه ده حيكون موجود آه لكن الشباب ده محتاج يعرف تاريخ النادي الأهلي وده هدفنا بالمناسبة من التخطية اللي احنا بنعملها أو من هذه الأفلام الوثائقية إن نتعرف الشباب الصغير تاريخ النادي الأهلي أنا آسف جدا هو حد يعرف أو حد من كل الشباب اللي بيشجعوا النادي الأهلي دول شافت كابتن محمود الخطيب حد من الشباب دول شافت كابتن حسن حمدي ربنا تدينه الصحة حد شافت كابتن مختار التيت شاء الله يرحمه الأسماء العظيمة الفريق مرتاجي القرارات اللي بيتم اتخاذها بيتم اتخاذها ازاي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حاجات كتيرة جدا جدا هتسمعوا عنها خلال الفترة اللي جاي ولكن النهاردة وبمناسبة ذكرى ميلاد الأسطورة صالح سليم حيكون مع حضراتكم الساعة 11 بعد أقل من 3-4 دقايق من دلوقتي وعلى الهواء مباشرة فيلم أنا بنصح كل إخواتي وكل أصدقائي من الأهلوية يعودوا يتفرجوا على هذا الفيلم أصدقائنا وأحبائنا وإخواتنا وأبائنا وشيوخنا ويأخذوا أولادهم الشباب الصغير وحطوهم يقعدون حواليهم ويفرجوهم على تاريخ النادي الأهلي كابتن صالح سليم كيف كان رئيسا للنادي الأهلي كيف كان لاعبا في النادي الأهلي كيف كان ممثلا في فترة من الفترات كيف كان أسطورة من الأساطير اللي ستظل دائما في قلوبنا وفي عقولنا صالح سليم ليه ليه كابتن صالح سليم كان كده وليه نتكلم عنه حتى الآن بهذا الانبهار وبهذا الشغف اللي احنا بنتكلم عنه به أنا لم ألتقي مع هذه الشخصية الكبيرة والأسطورية ولكن في نفس الوقت من كتر الكلام اللي بسمعه دايما بتكلم عن الكابتن صالح سليم بشغف بحب بشوف ان اللي عمله كابتن حسن حمدي من بعده من بعد الكابتن صالح سليم الكابتن حسن حمدي من بعد الكابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب والبقية تأتي ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية بشوف فيهم كل حاجة حلوة وبشوف فيهم بالفعل تاريخ النادي الأهلي مش عايز حضراتكم تسيبوا الفيلم ده من غير ما تتفرجوا على كل دقيقة وتعرفوا قد ايه هذا الرجل العظيم كابتن صالح سليم كان له دور كبير وكيف استطاع ان يقود النادي الأهلي في فترة صعبة سواء كان لاعبا او رئيسا للنادي الأهلي حسيب حضراتكم مع هذا الفيلم الرائع مرة تانية انا بشكر كل القائمين على العمل في هذا الفيلم بشكركم شكرا جزيلا على الهواء مباشرة لكل العاملين في هذا الفيلم على مدار سنة كاملة الساعة 11 بالزبط نربط الأحزمة ونقعد نتفرج على الأسطورة والعظيم صالح سليم